أسباب تاريخية وفية وهي لحظة الاسترداد الكرامة والعزة المصرية من جديد مرة أخرى اليوم ده لو حابين نتكلم عن تفاصيله لأنه فيه أجيال كتيرة جداً أجيال جديدة لا تعرف أن هذه العملية كانت عملية في غاية الدقة أنه يتم إرسال مجموعات إلى بورسعيد والسويس والإسماعيلية كل مجموعة مكوارة من خمسة وستة أفراد وقادة عسكريين في ظرف خطابة المنشية زي النهاردة 26 يوليو 56 كانت ساعة تمانية ونص ساعة عشر وربع مساء كانت كل مرافق هيئة قناة السويس تحت السيادة المصرية عبقرية إتمام هذه العملية على الأرض واختيار كمان شخصية تاريخية مهمة المهندس محمود يونس اللي كان رئيس هيئة البترول ساعتها في قيادة هذه العملية كيف كانت حسابات جمال عبد الناصر في هذه اللحظة؟ يعني هو طبعا حتى يعيش معنا المشاهدون في مساءة هذه اللحظة التاريخية في هذا السؤال أنا أشكر حضرتك والأستاذ على أن فلم يتعيشون في اللحظة التاريخية دي أولا القرار لم يأتي مصادفة ولم يأتي كده اعتباطا ويتخيل البعض أن جمال عبد الناصر بصيغة عن تارية لا المسألة سبقها دراسات وسبقها لقاءات مع الخبراء وفي سرية كاملة وفي تخطير كامل تماما أولا ما كان يمكن لهذا القرار أن يصدر إلا بعد الإطمئنان إلى جلاء آخر قوات البريطانية وإحنا عارفين في 18 يونيو 1956 بتاج القوات البريطانية بموجب اتفاقية الجلاء التي وقعت في 19 أكتوبر 1954 والرحيل بعد خلال 20 شهر عشان كده يعني البعض يتساءل ليه 18 يونيو ليه هي دي كانت آخر يوم في 20 شهر بعد اتفاقية الجلاء اللي وقعت 19 أكتوبر الأمر الآخر مسألة التوازن الدولي يعني أنت في لحظة فارقة ما بين قواتين عظميين تأتي في عقاب عبد الناصر نهره تيتو عدم الحياس فأنت هنا أوجدت لنفسك موضع لقدم في مسألة أن تكون زوحيسية دولية ومن ثم سيكون لك قرار وإرادة يمكن أن يكون لها دعم على سعيد التوازن الدولة الأمر الثالث أن مصر العظيمة المعطاءة دائما وأبدا هي غنية بأولادها وغنية بثرواتها وغنية بقواتها البشرية جنبا إلى جنبا مع مختلف المواد الأخرى ولكن العنصر البشري في مصر دائما وأبدا هو الفاعل الأساسي والمحرك الرئيسي فمصر لن تكون تفتقر إلى المهندسين والخبراء نعم كان يوجد في قناة السويس طبعا خبراء أجانب ويونانيين وإنجليز وفرنسيين آخره لكن مصر العظيمة بأبنائها موجود فيها الخبرات الموجودين في قناة السويس ولذلك هي كانت نقطة فاصلة طبعا الحدث وكانت خدت الحياة لمنحة آخر سواء بردود الفعل الدولية لأعقابة الخطوة أو حتى في الثقة اللي اكتسبها المصريين في أن هم يقوموا علشان يقدروا أن هم يكونوا أصحاب قرار يعني هذه حقيقة ولذلك منقول أن مصر تجتمع فعلا طيس كان عبد النصر مع المهندس محمود يونس بالمناسبة كان ثلاثة مهندس محمد عزة عدد الله ورحمه أولي كان كنت أنا لي شرف أن كان في مؤتمر دولي عقد في الجماعات التاريخية أنا من عام الجماعات التاريخية فبالتعاون مع مؤسس الصالون البحري وأصدرنا كتاب عن قناة السويس الماضي الحاضر المستقبل ويعني تشرفنا بتصدير الفريق مهاميش تقديمه لهذا الكتاب ومساهمة المهندس محمد عزة عدد في هذا الكتاب المهندس محمد عزة عدد الله رحمه قدم لنا شهادة في مقدمة الكتاب قال بأن الاجتماع الثلاثي اللي كان الرئيس جمال عبد الناصر مع المهندس محمد عزة عدد اللي التالت تنزلنا في حندق وبكرة كان بتخطيط تم يعني هذه المجموعة الثلاثية منبسقة إلى مجموعات وخلايا عمل على مستوى كل الأسعادة في قناة السويس فنين وإدارين إلى إلى آخره لدرجة أنه في اللحظة التي سيعلن فيها جمال عبد الناصر زي ما احنا عارفين ديلي سبس ويدقال كلمة السر كلمة السر اللي قبليها كان كل الأطقم المصصية والإدارة الفنية واخدين أماكنهم في إدارة قناة السويس وعلى الإرشاد إلى آخره حتى لا يحصل ضرب طبعا يؤثر على المنحة العالمية أو يقدم مصر لأنها الغير جديرة أو غير كف إذا كانت ممر العالمي حسبما كان يسوق الإعلام الأجنبي أن مصر لن تستطيع إدارة القناة مصر لن تستطيع لن تستطيع لا مصر استطاعت وكان هذا التحول الجوهري في مسألة أن من مثل ما أصدر الرئيس جماعة عبد الناصر هذا الإعلام بالتأميم كده أيضا مصر كشعب وكإرادة التفل جميعها من حول هذا القرار التاريخي في مسألة نجاحها في تسيير حركة الملاحة وتسيير الملاحة ولم يحدث أي دروب أو توقف مثلما كان يتخوف وعملت كمان بكثاءة شديدة جدا من قطعة النظير يعني بعد أعلان التأميم